موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة التي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الوعود التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص استرجاع أموال الفساد مرت سنة من توليه السلطة حيث جرت انتخابات 12 ديسمبر 2019 وأدى القسم الرئاسي في 19-12-2019 الآن أكثر من سنة نحن الآن في عام 2021 لحد اللحظة لم يصدر أي تقرير عن الأموال التي استرجعت ولم يصدر أي تقرير آخر عن الإجراءات التي اتخذت من أجل استرجاع الأموال المنهومة ليكن في علم الجزائريين أن الأموال التي نهبت تقدر بالمليارات وهي موجودة خارج حدود الجزائر موجودة في بنوك سوسرية، فرنسية، إسبانية، ألمانية وصلت حتى إلى القرى الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية فهي تتواجد في البنوك، تتواجد في عبارة عن ممتلكات عقارية، فنادق، مطاعم وما إلى ذلك من الأشياء الفاخرة بل توجد حتى عقارات في باريس، العاصمة الفرنسية وتتمركز في الأحياء الراقية والمعطيات لدى الاستخبارات الجزائرية ترى لماذا لم نشهد لهذه اللحظة أي إجراءات ذكرت في الحلقة الماضية أن المخابرات الجزائرية وبعض القوى السياسية تتفاوض مع بعض المفسدين من أجل استرجاع الأموال التي في الخارج عن طريق صفاقات وطبعا لا نقول ذلك بمعناها أن السلطة الجزائرية الحالية عينها أو أنها حريصة على المال العام ليس كذلك بل هي أيضا تريد أن تغطي على هذه الثقرة حتى تظهر أنها استرجعت بعض الأموال من أجل إسكاة الشعب الجزائري وإسكاة الرأي العام وأيضا تحقيق بعض المكاسب السياسية على حساب هذه الخطوة السلطات الجزائرية بلا أدنى شك عاجزة تمام العجز أنها تسترجع هذه الأموال خاصة اللي في الخارج اللي في الداخل ممكن مصادرتها فقد أعلن عن مصادرة بعض الممتلكات وبعد ذلك رجعوا بعض الممتلكات لعائلة علي حداد والممتلكات في الداخل ليست كبيرة وليست ضخمة مقارنة بتلك الأرقام الخيالية الموجودة في الخارج لماذا الدولة لهذه اللحظة لم نسمع يوما ولم يعلن يوما أن الدولة تقدمت بصفة رسمية إلى جهات في الخارج أرج تطال باسترجاع هذه الأموال لأن هذا الأمر يحتاج إلى إجراء قضاء طويل ومعقد يستغرق سنوات طويلة ربما عشرين سنة ولكن فيه والاحتمال الأكبر أنهم لا يمكنهم استرجاع هذا من جهة من جهة أخرى أن القائمين على السلطة والآن خاصة في الدوائر الخفية كلهم عندهم ممتلكات في الخارج كلهم هربوا الأموال بطرق مختلفة لذلك لا يريدون فتح جبهة على أنفسهم لذلك يلجأون إلى هذه الحلة مع بعض الأشخاص يا سيدي رجعنا شوي مهما ترجعهمش لكل سيدي رجعنا بعض الممتلكات حتى نعله لو تم استرجاع أموال وكذا وكذا وتدخل الخزينة العمومية ونعله بالإرانا خرجعنا مليار زوج ملاير عشر ملاير دولار أرض الخزينة العمومية وانتهاء ونطوي الملف حتى لا يبقى هناك ضغط للشارع عليه أن الشعب الجزائري يدرك يقينا لدرجة اليقين أن الأموال التي نهبت أكثر مما قيل وأنه سيبقى يلح الشعب الجزائري على استرجاع هذه الأموال لذلك أن السلطة إذا لم تقم ببعض الأعمال في هذا الإطار ستبقى دائما تحت الضغط لذلك يراد إسكات الجزائريين عبر صفقات صفقات مع المفسدين أنفسهم باسترجاع بعض الأموال كما نعلم أن الذي يكافح الفساد يجب أن لا يكون فاسدا وهذه قاعدة متعارف عليها لأنه حقيقة أنه ممكن يكون واحد فاسد والآخر فاسد والذي فاسد هذا قوي متمكن من السلطة يقضي على الآخر وينتقمنه ويحقق بعض الأهداف ولكن الإشكالية أن هذا الأمر سيكون مؤقت ولا يدوم بعد ذلك ضدور الدوائر لذلك أنا أقول بأنه قضية الفساد هي التحدي الكبير هناك الإرهاب وهناك الفساد وهناك الاستبداد نعم ثلاثة ما خاطر تهدد الجزائر الاستبداد تتجلى في الانتهاكات لحقوق الإنسان التوقفات الاعتقالات الضغط النفسي تخويف الجزائريين إرعابهم بالأجهزة وتخويفهم والتسلط الذي حدث في مراحل سابقة الإرهاب يتمثل الآن في هذه التحديات الأمنية الموجودة عن الحدود والآن العسكر كثرون من حكايات كل يوم رانا أطلق القبض على جماعة إرهابية ورانا درنا وهذه طبعا خطة توفيق ونزار أرجبوها من التسعينات كانوا تبقوها تبقوها كل ما يجي تحرك الشعب الجزائري يا تحدث عملية اغتيال يا تفجير سيارة مفخخة يا حكاية أمنية يا القبض على جماعة إرهابية كانت تخطط إلى عملية إرهابية في المنطقة الفلانية وهكذا 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 يحدث هراهم رجعيني في السيناريو إن شاء الله إن شاء الله ما نوصلوش اليوم ما تحدث اغتيالات ربما تفجيرات حتى يقول لك آه داعش رهي وصلت العمق الجزائري جات من ليبيا ورهي جات من الغرب وما إلى ذلك الأمر الثالث هو الفساد الفساد هو تهريب المال العام الرشوة الفساد الإدارة الفساد يا جماعة ليس الفساد فقط في أعلى هرم السلطة وإن كان هذا الفساد خطير جدا ولكن أيضا الفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي والفساد الطربوي نعم الفساد الطربوي ولو ذهبنا إلى الشارع الجزائري سنجد ما يندله الجبين العلاقات الاجتماعية متفككة بين الجزائريين ليست كما كانت من قبل وقد أنعكس ذلك سلبيا حتى على الجزائريين الموجودين في الخارج حيث الجاليات الجزائرية غير متماسكة فيما بينها تصف في حسابات فيما بينها في حين نجد جاليات أخرى مثل الجالية المغربية متماسكة جدا لذلك لم نجد أن الجزائريين شكلوا نوبهات في الخارج يؤثرون على صناعة القرار ويدافعون على مصالح الدولة الجزائرية ولا لذلك هم مفككين هذا يعود سلبا بسبب ترددهم على الجزائر والانعكسات الاجتماعية الموجودة في الجزائر طوارثوها وانعكست أيضا في الخارج لذلك قضية الفساد راه موجود في البلدية وموجود في الدائرة وموجود في المدرسة وموجود في الشارع وموجود في كل مكان ووصل حتى الرئاسة الجمهورية العسكر موجود فيه الفساد ولو تفتح ملفات الفساد في العسكر راه يندله جبين ليس الأمر فقط في الفساد المالي بل حتى الفساد الأخلاقي خلونا من الشعارات جانبا خلونا من هذه الكلمات المفعمة والتباهي والغرور الذي دائما يؤدي إلى التهلكة بل أن يجعل الإنسان يتعامى على أخطائه ويتعامى على أمراضه الداخلية ولا يتحرك من أجل إصلاحها لذلك إخواني الكرام أقول لكم شيئا أن الفساد عشعش في الجزائر وأن الكثير من الصراعات الموجودة في الدولة الجزائرية ليست بسبب أن الجزائريين ضد الفساد بل أن الكثير منهم مدىوش حقهم من الفساد لذلك يقول لك ولد فلان سرق كيفاش ولدي أنا ما يديش حقه ولد فلان هرب المال إذن حتى ولدي ما هربش لأنه حط الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والسائر بينهم لا يمكن أبدا أن تكون هناك رشوة إذا لم يكن هناك من يأخذ الرشوة ومن يعطيها ومن يكون همزة توصل مبيناتهم إذا أردنا أن تحارب الرشوة ما يجب أن تحارب فقط الذي يأخذها بل الذي يعطيها إذا أراد الجزائريون أن يحاربوا الرشوة لا يقبل أبدا مد حاجة رانوصلنا لوحد الحالة يا جماعة واحد يرندي سيرفيس الواحد يعطي له حاجة فقط يقول شوف رجلناك القضية لك وتشرب قهوة رغم أنه ربما كان حبي يدير هاله لوجه الله صارت هذه الثقافة وهذا الفساد موجود في المجتمع لذلك المسئولية راه كبيرة جدا جدا المسئولية ليست على السلطة وحدها بل هي السلطة هي الأساس عندما يصلح السلطان تصلح الرعية وعندما تكون الرعية صالحة أيضا يولي الله عليها من يستحقها مثل ما تكون يولى عليكم وهذه المعادلة ما يجب أن نمشي فقط من أجل أن نقول الرعية فاسدة إذا رب ابتلاها بالحكام خلنا نصلح الرعية ولا أيضا لا يمكن إصلاح الرعية في إطار ما إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إذن يجب أن نركز على السلطة لأنه لا يمكن أن يصلح الرعية إلا بصلاح السلطان لا أبدا يا جماعة يجب الأمر أن يمشي بالتوازي وهذا يتجلى في الأسرة في المدرسة في الجامعة في دور الثقافة في كل مكان العشريتين من حكم بوتفليقة يا جماعة محققتنا جيل ممسوخ ثقافيا جيل ممسوخ في هويته جيل ممسوخ في ثقافته جيل ممسوخ في سنوكاته روحوا لشبكات التواصل الاجتماعي فإن أفسد الأمم فوق الأرض وجودهم في شبكات التواصل الاجتماعي هي هذه المواقع الجزائريين لا نعمن طبعا ولكن نؤكد أيضا نعارفين في ذوباب إلكتروني فيه تابع منه وفي حشرات إلكترونية مستعملة من كثير من الأطراف ولكن على الوجه العام أنه هناك سلوك غير أخلاقي في ضب هذا الانفتاح الإعلامي الموجود لذلك عكسنا مجتمع متمسخ مجتمع مضطرب مجتمع منهار في كل الجوانب لذلك لا يمكن أبدا أن نجعل المعركة فقط هي معركة معارضة وسلطة إذا كان اقتصرنا على هذا المعادل صدقوني أن هذه المعارضة إذا وصلت إلى السلطة ستفعل أسوأ ربما ما فعلته السلطة والعكس أيضا والسلطة إذا حاربت المعارضة أيضا ستواصل في غيها وفسادها وإفسادها وهكذا لذلك لا يمكن فقط أن الإصلاح يقتصر على هذه المعادلة بل يجب أن يكون بالتوازي يجب إعلان ثورة حقيقية في المدارس في المنظومة التربوية ثورة حقيقية في أخلاق الجزائريين استعادة المدرسة لدورها استعادة المسجد لدوره استعادة دور الثقافة لدورها يجب أن يكون هناك منهج إعلامي أنا أؤكد وألح على ضرورة التربية الإعلامية يا جماعة كل الناس تحولوا إلى قنوات فضائية كل من يفكر في حاجة يستطيع بثها وينشر السموم في المجتمع كما يريد إذا لم تكن هناك طربية إعلامية وتربية تعلم الناس كيف يتعاملون مع المعلومة ومع الخبر ومع الآخرين كيف تكون روحي المسؤولية في نشر شيء مثل هذه الأمور التي إن لم تتحقق صدقوني فإن الفساد سيزداد وإن الاستبداد سيطال العباد وإن الإرهاب بمختلف أنواعه سيعصف أيضا بكل البلاد إذن إخواني الكرام أن قضية الفساد هذه قضية عارمة وكبيرة جدا في الجزائر والسلطة إلى اللحظة هذه لم تظهر أي جدية في مواجهة هذه الظاهرة الاعتقالات والتوقفات أتنا راها قد توقفت إلى حد كبير استرجاع الأموال التي كانت يعد بها تبول لم يتحقق منها شيئا ترى هل السلطة استعادت الأموال وخبتها مضربة النح لا أعتقد أن السلطة مثل السلطة الجزائرية تقوم بهذا العمل الجبار ولا تظهره إلى الجزائريين أن شوفوا فيهم هذه الأيام كلها هم مقتصرين على نشرة الثامنة لم علي شنغريحة لم علي مواقفه لم علي ما تقوم به المؤسسة العسكرية حاولوا تلميع داء عبد المجيد تبون في هذه المرحلة والأمر يبقى دائما عليه علامات استفهام لكن العمل الجد الحقيقي الذي يتجسد في الأرض الواقع الله أعلى وأعلم سيطول بنا الحديث بلا أدنى شك إن شاء الله لنا لقاء في مدخلات أخرى بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد